يشرفني أن أدعو الأستاذ رامي أبو الناجة نائب المحافظ للاستقرار النقدي لطرح رؤيته عن قرارات اليوم فليتفضل خير ومضحب بحضراتكم جميعاً في البنك المركزي وصعدات بجود حضراتكم معنا في يوم مهمة زي دا الحقيقة القرارات النهاردة لحضراتكم شاهدتوها من خلال الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي يعني بتنصب في حاجة مهمة جداً وهي استعادة الثقة وحضراتكم عارفين أن زي مستدر محافظ كان بيقول أن التضخم والغلاء كلها مؤشرات سيئة جداً وبتنعكس على حالة من عدم الثقة والتالي بتساعد في تغذية التضخم والغلاء وده أكبر مشكلة وتحدي ممكن بتواجه أي دولة وأي اقتصاد ليه أكبر مشكلة؟ لأن باختصار كل هذه العوامل اللي بتقدي إلى زيادة الأسعار تبقى مدفوعة بحالة من عدم اليقين وعدم الثقة وعدم الاستقرار ولما بقى فيه أوضاع سواء كانت مدفوعة بأسباب خائجية أو أسباب داخلية بتقدي إلى حالة من عدم اليقين وتخلي الأجواء اللي يخيمها حالة من عدم استقرار وعدم الثقة بنعكس ده في المزيد من التضخم لأنه بيقى فيه حالة من عدم الثقة اللي بيقدي ليه القدرة على المضاربين على الزيادة والدفحة بالأسعار لمستوات غير مبرار احنا شفنا وكلنا عصرنا هذه التجربة الفترة اللي فاتت وشفنا إزاي حالة عدم اليقين اللي كانت موجودة في الأسواق دفعت الكثير إلى الاجتناز والكثير إلى حجب السلع وده التالي أدى إلى اختلال في التسعير على كل مستويات سواء كانت على مستوى السلع أو مستوى الخدمات وده خلى المواطن اللي عنده فترة زي ما سيادة المحافظ كان بيقول بيحاول يتحوط ضد ده بشتى الطرق طبعا اللي دفع المجتمع هو المجتمع كله نتيجة ليه زيادة مطردة فيه الأسعار وقدت إلى أن فيه حالة المزيد من عدم اليقين اللي صعبت الأوضاع بشكل عام احنا بالنسبة لنا في البنك المركزي وأهد أهم مستهدفاتنا أن لم تكن الأهم هو استقرار الأسعار على المستوى والمدى المتوسط قمنا باتخاذ بعض حزمة الإجراءات اللي قمنا بيها النهاردة لما توفت كل المكونات والعمصر الأساسية المهمة لتمكننا من أخذ هذه القرارات طبعا مش هستفيد في أكتر من سيات المحافظ قالوا هنتطرق لده من خلال الأسئلة اللي ها احترط بها تطرحوها بس احنا اللي همينا كبنك مركزي هو أن احنا ندفع بكل العوامل اللي هتقدي ليه استعادة الثق حضراتكم عارفين اللي تكلمنا عليه من حالة الابتناز وحجب السلع ده كان سيء جدا لأن لما بقاش فيه يقين وما بقاش فيه قدرة على التسعير والتنبؤ بالمستقبل مش قادرين نصعر ونشوف المستقبل رايح فين بيبتدي بقى فيه مضاربات والتزايد والتصعد في المضاربات ديه بتخلي فيه شلل نوع من الشلل أو عدم الاستقرار في النشاط الاتصادي بمعنى أو بشكل مبسط أنا لو منتج مش قادر أسعر المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها وبالتالي المستهلك بيحصل تدافع على شراء واستهلاك أكتر من احتياجاتي وأكتر من إمكاناتي وبالتالي الدغوط بتتزايد وبتنعكس في الآخر بشكل عام على زيادة في مستوى الأسعار إحنا إن شاء الله الفترة اللي جاية من خلال الإجراءات أولاً اللي أخدناها النهاردة ثانياً متابعة السوق بشكل حفيث إن شاء الله هنبقى حارسين جداً على أخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم ده الهدف الرئيسي لنا واللي في الآخر هنعكس على استعادة الثقة لأن في الآخر إحنا مصر عندها تحديات نتجة من ثروة قومية وهي عندنا قوة يعني شبابية كبيرة الحقيقة إحنا عارفين إن إحنا عندنا نسبة التشغيل مهمة إحنا عندنا تقريباً من 200 ألف المليون خريج جديد بينضمن سوق التوظيف كل سنة وبالتالي لو حلقة الحلقة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي مدرش بالشكل المطلوب ده مش هنتج عنه الإنتاج المستهدف ولا التشغيل والتوظيف المطلوب وهنعكس بالسلب على الإنتاج وكل ده كعنصر رئيسي له لازم يكون فيه استقرار وحالة كبيرة من اليقين واستقرار بشكل عام في الأسعار لأن من غير ده بيؤدي إلى تخبط كبير جداً في الأسواق اللي بينتج عنها كل الأضرار اللي إحنا ذكرناه فإن شاء الله إحنا من خلال الإجراءات اللي أخذناها النهاردة واللي هنستمر فيه متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في التعملات في الأسواق المال إن شاء الله هتساعدنا على الضبط السوق مرة أخرى لاستعادة الثقة وبتدينا نشوف موادر إيجابية النهاردة من خلال السوق المحلي والسوق الدولي لذكر أهم المؤشرات لها السيد المحافظ بتدينا نشوفها وده إن شاء الله مع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية اللي إحنا متوقعينها هيستمر في التحسن وهيساعدنا مرة أخرى لاستعادة أهم حاجة وهي الثقة في الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري عنده المقاومات إنه هو يبقى فيه نصاف الاقتصادات النشاء الكبرى لجذب الاستثمارات سواء كانت استثمارات خارجية أو داخلية للدفع بعجلة النمو والوصول لمستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية زي ما سيد المحافظ قال نشكر حضراتكو وبشكر سيد المحافظ على هذه الفرصة وكل سنة حضراتكو طيبين شكرا